نحن نعيش بمبادئ مختلفة، في الفكر مختلف، و الحلقت يرد الرب من أنه سيكن سبب بركة للناس، و يعيشني حياة القداسة، عندي مبادئ مختلفة تماماً هو ده الصور اللي كان عايز آسى يبنيه في حياتنا أو عايز يعلمنا أن إحنا نبنيه بنعمة ربنا في حياتنا أنفصل عن الآخرين، يعني أنفصل عن الآخرين مش عيش لوحدي، لكن عيش في وسطيهم بمبادئ مختلفة بأفكار مختلفة، مختاره هو المبدأ بتاعي، كلمته زي ما كنا بنتكلم من شوية هي المقياز بتاعي المبادئ بتاعته، عشان كده يقول رسول بوليس في يوم من الأيام أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية ولا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، انتبهوش زي باقي الناس، هذا الظهر يعني الناس اللي حواليكم المبادئ اللي بتحكمه هي اللي بتحكمكم، دي مشكلة كبيرة أحبة عشان كده الحاجة الأولانية في التحصينات اللي كان عايز آسى يعملها أنه يبني أسوار يبني أسوار، ولما يبني السور يكون فيه نوع من الانفصال الفكري ما بين المبادئ هنا وهنا يبقى فيه حماية فعلا لهذا الشعب، لكن قال لهم كمان نحط على الأسوار دية أبراج والأبراج وظفتها على السور إن هي تعمل إيه؟ يوقف فيها واحد يرائب إيه اللي جاي؟ إذا فيه أعداء في أي وقت من الأوقات جايين، فيقوم على طول كده هوت بالطريقة بتاعتهم زمان لهم طريقة معين ده كان الرجل ده اسمه الرقيب الرقيب ده نحكي إنه نرى قصة بتاعته كاملة في سفر حسقيان، فالرجل الرقيب ده هوت يقوم صارخ إذا رأى السيف قادماً، يعني رأى السيف لأحد جاي بشر، جاي عليهم بشر يصرخ ويقول يا جماعة فيه كذا، فواحد ثاني من الناس الموجودين ده شغلانتهم يسمعوا فيقوم ناده نفس النادهة، طبعاً ما كانش عندهم موبايلات ولا أي حاجة، لكن إنه نفس القصة لحد ما الصوت يوصل لقائد المدينة أو لقائد الجيش بتاع المدينة، فيقوم هو بالتصرف في هذا الأمر القصة نحن حياتنا محتاجة ملاحظة، أو بلغة العهد الجديد صهر، اصهروا، مش قالها اللي بتوع كرونسوس، وقالها في أكتر من حتة والرب نفسه قال أكتر من مرة، قال اصهروا، يعني اصهروا، اصهروا بالعربي يمكن معناه أن نحن لا نمش بالليل وفي ذلك، نحن في أسات زكا مصريين، ليس كذا، لكن لا يتحدث عن ذلك، هو الترجمة بتاعاتها يمكن الإنجليزي موضحها أكتر، يقول watch راقب، خلي بالك، اصحل أي عادة داخل حياتك، اصحل أي شخصية داخل حياتك، اصحل أي حاجة جديدة داخل حياتك، الحاجة دي لما تخش، هتبقى للبركة أو لمش للبركة، هتبقى للفايدة أو لمش الفايدة، مطافقة مع كلمة الله، أم لا يتوافق مع كلمة الله؟ ماشية صح؟ أم لا يتوافق؟ ليس كل شيء تخش البيت، ليس كل شيء تخش العقل، ليس كل شيء تخش مجال الحياة التي أعيشها، وصيبها تعمل في حياتي كما هي أريدها، مثل عروس النشيد قالوا تخذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة للكروم.